السلام عليكم ازاي حضراتكم رابط ده ما تكونوا بخير انا ريمون صبري وان شاء الله في هذا الفيديو هتكلم عن موقع وحايا لو انت متعرفش ايه هو موقع سوائتي سيكس طبعا هو احد مواقع طبعا طلب او طبعا بعد تصميم تيشرتات وباقي المنتجات الاخرى زي موقع تيسبرينج وخلافه وانا حايا بالفعل شرحت موقع سوائتي سيكس من الالف الى الياء في فيديو مختص وطبعا حايا لانت متعرفش هذا الفيديو اللي لطيق على الشاشة وتحت بيه صندوق الوصف بازم حايا لموضوع النهاردة اللي بيختص بموقع سوائتي سيكس حايا كان في بعض النقط المهمة اللي حايا الكثر حولها بعض الاسئلة والاستفسارات الخاصة من الزومة الافاضل بخصوص نقطتين او نقطة الخاصة بموضوع الابعاد الخاصة بالتصميم اللي ممكن تقبل في موقع سوائتي سيكس طبعا حايا كان فيه شكاوى كثير جدا بخصوص موضوع الخاصة بالتصميم ونحن نحلها ان شاء الله في هذا الفيديو بشكل سهل جدا وبشكل مجاز النقطة الثانية الخاصة بوضع المارك اوب او هامش الربح لمتجرك في موقع سوائتي سيكس بشكل سرعة جدا حياء وبمنتهى الدقة وبمنتهى السهولة ناخد واحدة واحدة كده على الهيري او نقطة الابعاد الخاصة بالتصميم نحن عالطول بان نروح لموقع سوائتي سيكس حضرتك هنا تمام في الجزء الخاص بالارتست ستوديو تمام حلو خالص وانت بشكل طبيعي جدا وبشكل سهل وبشكل معتاد انت بتجني على اضافة تصميم جديد حلو خالص هنا بقى بيقول لك هنا لما بترفع انت تصميمك الخاص بحضرتك لازم انت توفر منه اكتر من ابعاد اكتر من ديمينشنز لكي تنفع وتناسب جميع المنتجات الموجودة في سوائتي سيكس بحيث يكون واحد من ديم تلك الابعاد يكون فيتشار ديمينشن فيتشار ديمينشن التالي هي حقيقة ما بتتغيرش والبقين بقى ابعاد ممكن مختلفة حتى تناسب باقي المنتجات تمام؟ حقيقة ممكن انت عندك مثلا البيتشار ديمينشنز مثلا حوالي خمس تلاف خمس تلاف ممكن ترفع انت برضو يعني ابعاد اخرى لنفس التصميم طبعا ممكن استلاف استلاف واخرى مثلا تتلاف تتلاف واخرى الف في الف وكذا تمام؟ يبقى تلك التمن فراغات دي بتتسع بقى لابعاد مختلفة من نفس التصميم بحيث تكون مناسبة لكل المنتجات الموجودة في متجرك تمام؟ وطبعا هنا بقى سوية سيكس بقى هيدا تتصرف بقى وبتفرش اي تصميم على المنتج المناسب لها مثلا زي الشوور كيرت مثلا الستارت الحمام محتاج ممكن ابعاد يعني اكبر شوية من ممكن الابعاد اللي محتاجها التيشيرت وكذا تمام؟ حلو خالص فانا بقى نبدأ هنا حضورك بقى نرفع ممكن اه تصميماتنا تمام؟ او تصميمنا عفوا بابعاد مختلفة تمام؟ طبعا انت حاجة بقى ممكن ترفعها بشكل فردي يعني هنا ممكن نبدأ ممكن برافع ممكن اه ابعاد خاصة بحاجات صغيرة اوي ممكن زيت تتلاف ستمية في تتاف ستمية او انت حاجة ممكن ترفع كلاكشة واحدة كده او One collection ممكن بحتوى على اربع تصميمات بابعاد مختلفة او ممكن خمس اه ابعاد مختلفة وهكذا تمام؟ فهنا برده بشكل سلاك جدا عشان مطورش اكتر من كده على حالكم في الفيديو فلا ممكن بها هاتخذ ممكن دوس هنا سليكت فايل تمام ودروها مثلا على فايل هو طبعا التصميم الخاص بالباك تو سكول تمام عبارة عن ادوات مدارسية زي المسطرة والمنابه والالم وهكذا تمام وطبعا هذا التصميم موجود في ثلاث ابعاد مختلفة تمام عشان يتم يعني اه وجودها على باقي منتجات سويتي سيكس عندك هنا ممكن اول تصميم عندنا اه بستلاف ستلاف وهنا التاني عندنا تاتلاف ستمية في تاتلاف ستمية والابعاد الاخرى خمس تلاف في خمس تلاف تمام راسك يعملهم كده باختيار سليكشن لوسين اوبن تمام وانا بيتم بقى رفعهم بشكل تدريجي على موقع سيتي سيكس وانشوف بها يحصل ايه دلوقتي تمام وكده ازا ما حاك شايف هو تم رفع اه الابعاد المختلفة لنفس التصميم عندك هنا ستلاف ستلاف وانا تاتلاف ستمية في تاتلاف ستمية وهنا خمس تلاف في خمس تلاف بمنتهى السهولة وبمنتهى الشياكة وبالتالي كده انت كده وفرت الابعاد المناسبة ان ممكن تجعلها سوية سيكس في كل منتجات الموجودة في يورو ستور من شوور كورتنز من تيشيرتات من آآ من ترابيزات وهكذا تمام وطبع انت برضو ممكن ترفع انت برضو ابعاد اخرى سواء كنت قليلة او ابعاد ممكن كبيرة نسبيا بحيث ان الحياة لازم انت توفر اي ابعاد متاحة لحضرتك بحيث ان تكون كل المنتجات الموجودة عندك في يورو ستور بتكون بشكل اكتف او مفعلة بتصميمك تمام حلو خالص هنا بقى بالنسبة لازم حاك شايف هنا موضوع اللي اسمه فيتشارد اللي هي خاصة بعلامة النجم طبعا دي هي تعني يعني لو انت اخترت ممكن اي تصميم او اي ابعاد من تلك الابعاد بتكون هو ده يعني انت كده ممكن رفعت انت تصميمك الاساسي او تمام بابعاد فلانية كذا لو انك اي مسلا خليت النجمة دي ولا هي على هذا التصميم بهذه معنى كده انا رفعت او تصميمي انا الاساسي بابعاد ستلاف في ستلاف تمام والباقي بقى ممكن يتم تغييره بشكل عادي جدا ممكن برضو اغير خلي ممكن ممكن بهذه الابعاد هو تتلاف ستمية في تلات ستمية ممكن اجعلها برضو هو ممكن تغيير خمس تلاف في خمس تلاف يبني انك ده عندي التصميم الاساسي الخاص بي الخاص بي تصميم او هذه الادوات المدرسية بابعاد خمس تلاف في خمس تلاف اما طبعا باقي الابعاد الموجودة دي ممكن ابعاد بقى تبقى قابلة للتعديل تمام خلوه خالص تمام وزي ما اتفعل انت برضو ممكن ترفع طبعا ابعاد قليلة او ابعاد كتيرة معاك انت طبعا ايه اكتر من باقي اه حوالي اربع خانات فاضية ممكن ترفع برضو فيها نفس التصميم طبعا لكن بابعاد مختلفة تمام حلو خالص كما طبعا انا معلم بقى انت تضيف هنا العنوان الخاص بهذا التصميم مسلا زي نخليه حلو خالص ومسلا تم عمل لموضوع تمام وقاس بقى استمر بقى وزي الفول كده همعلم تمام دوس هنا حضرتك اي ربريزنت اوكي زي الفول كده نو كنتينيو وهنا بقى طبعا بقى بشكل اوتوماتيكي بتم توجيهك بقى لصفحة اه الخاصة بملء بعض الداتا الخاصة بهذه التصميم سواء طبعا بقى من كاتيجوري وموضوع التاجز والوصف وهكذا طبعا كده تم شرحه في الفيديو المفصل لموقع سيتي سيكس طبعا زي ما حاك شايف هنا هتلاقي طبعا هنا تم يعني اه وجود تصميمك انت على منتجات مختلفة طبقا للابعاد اللي انت وضعتها وجعلتها متاحة تمام لهذا تمام بشكل جميل جدا طبعا انت ممكن طبعا تعمل ايه اكتيبيشن او تعمل ايه اون او اوف طبعا حسب انت ما تريده من منتجات تكون متوفرة لهذا التصميم عندك في يور ستورت زي ما ممكن زي اه دولاب صغير اه طربيزة اه ستارة اه ماسك تي شرت تمام اه ستيكر صغير سجدة التحمام وهكذا تمام حلو خالص وطبعا هتلاقي برضو هنا في بعض المنتجات الحياة برضو محتاجة ممكن ابعاد كبيرة نسبيا طبعا فانت ما حاول انت ايه على قدر الامكان زي مسلا هو سبعة تلاف رومية بيكسل تمام في خمس تلاف بيكسل طبعا ده انت حياة ممكن تتوفرها بشكل سهل جدا او انت حياة ممكن تعمل طبعا تلك في مواقع زي مسلا اه هو الموقع ده تمام زي انت حياة ممكن تعمل انت اي او لتلك الامعاد بما يتناسب مع المنتج اللي انت حايا بتعمله بقى او تجعله متواجد في بهذا التصميم تمام بمنتهى السهولة وبمنتهى الجمال تمام حلو خلاص احنا كده عرفنا حضرك بقى اول نقطة الخاصة الممكن كان بتواجه الموظم من حضراتكم الخاصة بتحديد ابعاد التصميم تمام وانت برضو زي ما انت فانا لو انت حياة ممكن ترفع انت كل ابعاد آآ واحد تلو الاخرى يعني ممكن تبدأ انت بالابعاد الصغيرة شوية وعند بقى لها البعد الابعاد الكبيرة نسبيا وهي كزا تمام بشكل تدريجي وانا بقى حياة سراعة نت الى حد ما جيدة تمام حلو خالص يبقى هكيا عرفنا اول جزئية النهاردة الخاصة بموضوع طيب بشكل سريع بقى ننتقل على طول بالي الجزئية التانية وهي النقطة التانية اللي هي طبعا مسار حديث اللي وهي موضوع او هامش الربح الخاص بتصميمك تمام الحقيقة كنا عارفين دايما ان آآ في ستور سايت سيكس عندك انت الهامش الربح لجميع المنتجات حوالي عشرة في المية عشرة في المية طبعا سواء كانت تيتشيرتات او ستاير او هكذا لكن الحقيقة هنا بقى في سايت سيكس عندك انت اتاحة بتغيير تمام او تعديل هامش الربح لمنتجات معينة اللي هي منتجات الخاصة بالوال ارت او اللوحات اللي ممكن بتحط على الحيطة تمام للتزيين او التابلوهات او البرتريت وهكذا تمام جميل جدا فعلا ممكن نيجي على القسم الخاص بالست ارت وورك مارك اوب تمام اهو حلو خالص وهنا ما بيقول لك انت تغير ممكن من سعر او من هامش الربح الخاص به هذا الوال ارت هذا الوال ارت هتلاقي مسلا فيه مضوع الوال ارت الخاص به الارت برينت مسلا بنوع تمام اللي هو ده هذا الحجم الصغير ده بيكون حوالي تربعين تمنتاشر دولار وعندنا هنا المركب او هامش الربح الخاص بحضرتك بيكون خمسة في المية تمام وبيكون سعر النهائي للمنتج نفسه اللي هو ارت برينت حوالي تمنتاشر وتسعة وتمانين سنت في الحقيقة انت ممكن حقا بتعمل تغيير او ممكن تم زيادة ممكن هذا الهامش الربح مسلا بدنا ما يكون خمسة نخليه لكم زي اه سبع مسلا ولا حاجة تمام دوسنا اوبديت مسلا طبعا هي بتنم تغيير السعر النهائي للمنتج تمام وطبعا ده بناء على زيادة هامش الربح الخاص بحضرتك تمام البيز مش بيتغير البيز مش بيتغير لكن انت طبعا انت هزود بقى هامش الربح الخاص بحضرتك طبعا ده يعني بيبقى مترتب عليه زيادة اه سعر النهائي للمنتج تمام حلو وخلص وطبعا بقى اتطبقها بقى في باقي المنتجات طبعا الخاصة بيه او بشكل عام يعني كده طبعا هذا التعديل في المارك اوب او في هامش الربح الموجود في يوري ستور في موقع سايت سيكس ده فقط متاح لموضوع زي ما ارتفعنا التابلوهات او البرتريت او الوول برنت او الارت برنت تمام حلو خلص وازم اخد في بالك بقى هتزود انت اي هامش الربح هيترتب عليه بقى زيادة السعر النهائي للمنتج تمام وكده حياة خلص فيديو النهاردة وتمنى كده كنت استفدتوا من هذا الفيديو لو كان فيه اي سؤال اي استفسار اداء المحضراتكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم ومعه السلام